يقول السائل فإذا كانت سترة المأموم من سترة الإمام فمرت المرأة فهل تقطع الصلاة في هذه الحالة؟ لا المرور في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة لا من الرجال ولا من النساء للضرورة لأن هذا ضرورة لازدحام وحاجة الناس للمرور فالدين يصرر ولله الحمد فالمسجد الحرام يستثنى من تحريم المرور بين يدي المصلي معه